السلام عليكم واشراكة جديدة بمعلومات مفيدة من قناة التعليم الفن اهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات في بيتنا مدرسة موضوع حلقتنا اليوم عن مادة مهمة جدا لطلبة الصف الاول تخصص ميكانيكا وهي مادة اجهزة القياس كنا عملنا مجموعة حلقات كده مقدمة عن المواد لو عايزين ترجعوا ليها على قناتنا على اليوتيوب ممكن تشوفوها نبدأ حلقة النهاردة اللي هي بعنوان اجهزة القياس اجهزة القياس مادة مهمة جدا لان المادة دي احنا بناخدها نظري وبعد كده بنبدأ نطبق الحاجات او الدروس او الادوات اللي احنا خدناها في النظري نبدأ ننزل المعمل ونطبق عليها احنا اتفقنا ان في مادة التكنولوجيا بنعمل ايه؟ بنشتغل نظري ونطبق عملي في مادة اجهزة القياس هنشتغل نظري ونبدأ نطبق في المعمل طيب هو ايه فايدة دراستنا او ان احنا ندرس مادة اجهزة القياس يا ولاد فحياتنا كلها في اهمية اجهزة القياس الساعة الوقت اللي انت بتعرفه ده قياس ايه قياس زمن يبقى ده مهم ولا مش مهم التليفون اللي احنا بنستخدمه ليه اداة من ادوات القياس ايه كمان الضغط عجلة العربية اللي احنا بنمشي عليها لازم العجلة دي بيبدأ الضغط يدخل لها وتبدأ تمتلق عند ضغط معين وتقف لو هنشتغل كمان في الادوات او المكينات داخل الورش هنحتاج كمان ادوات القياس طيب انا خلصت الدراسة بتاعتي وعايز انتقل لسوق العمل هبدأ اعمل ايه لازم ادوات القياس اكون عارفة وعارف كمان ايه يا ولاد عارف كمان ايه هي وحدات القياس اللي انا ممكن استخدمها او اوظفها حسب العملية المطلوبة لو رحت لصاحب عمل وقال لي ابدأ قسلي جزء من المعدن او جزء من ايه لا هعرف لا لازم اكون عندي مهارة ان انا اكون ملم بادوات القياس وكمان وحدات القياس وازاي بقدر اقيس على الادوات دي ده موضوع حلقتنا النهاردة طيب هي القياس يا ولاد حاجة كده لسه نشأة جديدة لا دي من زمان جدا من ايام العصور الوسطى وكانوا بيقيسوا بايه كان في حاجة اسمها القدم او الزراع الملكي كانوا بيقيسوا او بتتم عملية القياس عن طريق القدم او الزراع الملكي بس طبعا ده كان في مشكلة في ايه ان القياس كان بيبقى مختلف وهو مش في كل البلاد هنلاقي نفس طريقة القياس في عالم انجليزي اسمه جيمس واب العالم ده يبتقر حاجة كده او اخترح حاجة جاب حاجة اسمها الشلن الانجليزي وبدأ يستخدم سمك الشلن ده في ايه؟ في ان هو يعرف او يقيس المركبات البخارية في تفاوت بيبقى موجود في المركبات البخارية بدأ ان هو يقيسه طبعا الموضوع موقفش عند كده تطور اكتر بدأوا يعملوا ايه؟ قالك احنا دلوقتي لو عندنا وحدة قياس بتختلف في كل بلد مش هنقدر نبقى عاملين منظومة قياس صحيحة فعملوا ايه؟ عملوا حاجة اسمها وحدات قياس عالمية دولية يعني بمعنى ايه يا ولاد؟ ان لما ايس حاجة بالمتر هنا في مصر هتتقاس في اي بلد اوروبية او عربية بايه بالمتر؟ لو وحده طول طب لو وايس حاجة ضغط هبدأ يقولي ايه؟ ان الضغط ده وحدة القياس بتاعته البار او البسكال طيب الجهاز اللي بيقيسه المانومتر يبقى الوحدة بتاعت القياس بتكون موجودة او وحدة عالمية او دولية عنده كل الدول طب ده كمان بيفيد في ايه؟ بيفيد ان في حالات الاستراض او التصدير ده طبعا تنشيط للعمل ان انا دلوقتي لو بصنع منتج هنا في مصر وعايز اصدره برا او هعمل العكس هستورد منتج من برا يجي لمصر لازم يكون باجهزة قياس او بوحدات قياس عالمية متفق عليها الحاجة اللي بالمتر موجودة هناك اقدر استخدمها عندي هنا ده ببساطة كده كلمتين عن اجهزة او مادة اجهزة القياس طيب مادة اجهزة القياس دي مين اللي بياخدها يا سنة اولى؟ بياخدها الصف الاول للتخصصات الميكانيكية والمركبات والصناعات البحرية المادة دي بيدرسها طلبة الصف الاول للتخصصات دي طيب علم القياس مهم؟ اه طبعا احنا قلنا ان علم القياس ده مهم جدا ده انا ياولاد لما بيجي اتعامل في حياتي اليومية لو عايز اروح اشتري حاجة بروح اشتري حاجة كده بدفع فلوس فيها واخدها وامشي؟ لا طبعا لازم اقيم لها او احدد لها قيمة معينة على الاساس ده بقدر اوظف او بقدر اقول انا عايز كيلو كذا بشتري بالكيلو دي وحدة قياس طب انا عايز لتر بشتري باللتر او افاول العربية بفاولها بايه باللتر كل دي وحدات قياس نشوف كده يعني ايه القياس او نبص كده على الصورة اللي معينا دي بعض ادوات او بعض اجهزة لادوات القياس زي ما احنا شايفين كده قدامنا فيه هنا مصطرة وفيه كمان البرجل وفيه كمان ادوات للقياس زي زي ما احنا شايفين كده ياولاد فيه منبه اللي هو بيقيس الزمن او بيقيس الوقت كل دي موجودة في الصورة معينا هنا دلوقتي بتقول ايه بتقول ان فيه ادوات قياس انا بستخدمها علشان تسهلي العملية اللي انا هقوم بيها زي ما احنا شايفين الصورة هنا كده اجهزة القياس دي بتحتوي على كان باب اجهزة القياس لها ثلاث ابواب مهمين اول باب اسمه ايه يا ولاد اسمه قياس الابعاد بنتكلم في الباب الاول اللي هو قياس الابعاد ده عن ايه بنتكلم عن اي اداة او اي وحدة قياس تخص الابعاد من اول المصطرة اللي هي بتقيس الاطوال لحد اجهزة بتقيس لي استواء الاسطح او محددات القياس كل دي بقول عليها اجهزة قياس وبتقيس ايه كمان الزوايا يبقى الباب الاول ده هناخد فيه قياس الابعاد او الزوايا ومحددات القياس الباب التاني من مدت اجهزة القياس بعنوان قياس درجات الحرارة هنعرف ونتعلم ايه هي الادوات اللي بنقيس بيها درجة الحرارة درجة حرارة الانسان درجة حرارة الميا ودرجة حرارة مكينة أي درجة حرارة عموما هنتعلم إزاي بنقاسها وكمان إيه يا وحدة القياس المناسبة لكل حاجة الباب التالت بعنوان إيه؟ بعنوان قياس الضغوط طبعا زي ما احنا شايفين كده إن دول تلات حاجات مهمين جدا قياس الأبعاد ما ينفعش أبقى موجود أو موجودة في التخصص بتاعي وبدرس وأنا طالب ومعرفش يعني إيه قائس بعد مش هعرف أصلا أشتغل لو المستر أو المستر الدنيا تمرين وقالوا لي إبدأ شنكر أو إبدأ طبقه أنا أصلا ما عرفش إيه هي أدوات القياس اللي أنا هستخدمها علشان أقدر أطلع التمرين اللي هو مطلوب مني ده يبقى ده مهم جدا عندي قياس درجات الحرارة دي مهمة جدا احنا كل يوم أصلا بنتابع درجات الحرارة بنشوف درجة الحرارة سواء منخفضة أو مرتفعة وعلى أساسها ببدأ أحدد اللبس اللي أنا هلبسه أو الأماكن اللي أنا هروح قياس الضغوط زي ما احنا قلنا مهم جدا زي ما احنا قلنا الإطار بتاع العربية أو أن أنا أحدد مكينة معينة لو أنا بشتغل طالب في مكينات زي الهيدروليك أقدر أن أنا أحافظ على المكينة وحافظ على نفسي أن أنا أشوف إيه هي أدوات القياس اللي موجودة نبدأ كده مع بعض ونقول أو نشرح الباب الأول اللي بعنوان قياس الأبعاد والزوايا أهمية المادة أهمية مادة أجهزة القياس في إيه؟ في قياس الأبعاد والزوايا طبعا إحنا عارفين أن قياس البعد أو الزاوية مطلوب بدرجة عالية جدا من الأهمية في جميع أنواع الصناعات مفيش ولا آلة ولا معدة ولا أداة ولا أي نوع من أنواع الصناعات اللي لازم يكون فيها وسيلة أو أداية قياس مناسبة حتى الورقة اللي احنا بنستخدمها دي لو الورقة اللي احنا بنستخدمها دي المفروض أن هي مصنعة بمقاسات مش مظبوطة أو مقاسات مش متفق عليها إيه اللي هيحصل الورقة مش هتتباع أو المنتج مش هيتباع عشان كده بقول أن أهمية المادة المادة مهمة جدا لأنه عن طريق المادة دي أنا بقدر أحدد البعد اللي أنا عايزه أو الزوايا اللي أنا بقوم بيها أو بشتغل بيها داخل التخصص نشوف كده الصورة مع بعض الفحص والقياس الفحص والقياس يعني ايه فحص والقياس الشركات اللي بتنتج أو الشركات اللي بتشتغل علشان تطلع منتج سليم يا سنقولة لازم يحدث ايه لازم يبقى فيه للمنتج ده مطبكة مواصفات المطبكة المواصفات دي عن طريق ايه عن طريق القياس الصحيح بطابق المواصفات عن طريق القياس الصحيح وزي ما اتفقنا ان فيه وحدات قياس متفق عليها عالميا بقدر اقييز بيها ده اهمية القياس في الفحص والقياس علشان اقدر اتعامل مع المنتجات نشوف كمان حاجة في القياس اسمها المعايرة يعني ايه المعايرة هي التأكد من ان مطابقة الجزء المراد فحصه او اللي انا عايز او اوصفه لحاجة معينة مطابق في الشكل والابعاد ومش مهم احصل على قيمة عددية ليه زي ايه كده زي حاجة اسمها محددات واوالب القياس اوالب القياس دي عبارة عن ايه فيه اولاد الاول كده ابعاد انا بقول ان القياس العادي اللي انا ممكن اقييسه اقييس بايه بالمسترة ان انا ممكن اقييسه بعض ادوات تانية طيب فيه اجزاء او لما اجي اشتغل وصنع منتج انا فيه اجزاء من التمرين ده انا مش هينفع اقييسه عن طريق المسترة او عن طريق الادمة محتاج حاجة اضاق او حاجة تقدر تدخلي عن طريق الجزء من الالة دي وتبدأ تقسلي القياس اللي انا عايزه عمل تحديث كده الادوات القياس اسمها ايه اسمها ايه محددات وادوات القياس او اوالب القياس اوالب القياس دي عبارة عن ايه عبارة عن اشكال متوازي مستطيلات شكل كده متوازي مستطيلات او قالب كده بيصنع من ايه من الحديد الفلاز الالب ده بيكون متحدد عليه بقيمة معيارية هو مكتوب عليه بعد معياري بيقول لي من الالب ده القيمة بتاعته لما اجيز بيها اتنين ملي مثلا او واحد ملي او اي قياس انا بحدده وطبعا علبة اولب القياس دي هنتكلم عليها بالتفصيل في الحلقات الجاية ان شاء الله فدي من ضمن الادوات اللي انا بقول عن طريقها ممكن اعمل تحديد لايه تحديد للبعد اللي انا عايزة ايسه طب احنا قلنا اولب القياس ما قلناش محددات القياس يعني ايه محدد قياس محددات القياس دي بتبقى عبارة كده عن شكل حاجة زي الاستنبا مجموعة كده من حاجة اسمها محدد القياس برضو هنشوفه مع بعض ان شاء الله في الحلقات الجاية نتكلم عنه بالتفصيل المحدد القياس ده بيكون مكتوب عليه القيمة بتاعته وبيكون مكتوب عليه كمان ايه او مرسوم ايه بشكل الاداة اللي انا عايزة ايسه يعني لو انا هقيس الووز لو عندي تمرين فيه جزء من الالووز عايزة ايس الجزء ده هينفع جيب المسطرة وايس او ينفع جيب الادمة وايس ما ينفعش لازم استخدم وسيلة القياس المناسبة اللي هي محدد القياس بيتعمل بنفس الشكل بتاع التمرين اللي عندي وببدأ احطه على التمرين هو بيكون مكتوب فيه البعد المعياري بتاعه وببدأ ان انا اقرأه خلاص انا قيست هنا كده واحد ميلي اتنين ميلي زي اوالب القياس دي كده مجموعة للادوات اللي بتقيس القياس لسه بقى ما دخلناش في الادوات المهمة جدا اللي احنا عن طريقها هنقيس ان شاء الله طيب احنا عمليين نتكلم عن ادوات القياس والمعيرة والمحددات طب ما نشوف الاول يعني ايه قلمة قياس ياسا انا اقول هي تحديد قيمة صفة او خاصية لشيء في صورة رقم عددي لمدلول في وحدات القياس يعني ايه مثل كلام ده يعني انا دلوقتي اقول لها لكم ببساطة كده لو انا دلوقتي رايح اشتري قطعة ارض بعمل ايه مش انا كده حددت شيء انا حددت قلت انا دلوقتي هروح اشتري قطعة الارض دي يبقى انا كده تحديد شيء خلاص انا حددته طيب انا عايز اعرف الشيء ده القيمة بتاعته قد ايه لازم اعمل ايه لازم اقيس الاول الحاجة اللي انا عايزها او الصفة او الشيء اللي انا حددته علشان اقدر احددله ايه هو سعره اللي انا هدفعه لو قلت مثلا متر الارض ده بمية جنيه معني مفيش كده دلوقتي يعني بس يوليكن متر الارض بمية جنيه طيب انا كده عملت ايه حددت هنا ايه يا ولاد دلوقتي قلت ان متر الارض القيمة بتاعته مية جنيه طيب انا هشتري مثلا وليكن هشتري مية متر اه ابدأ اشوف كده طيب انا قلت ايه متر يعني حددت ان لما اجا اشتري الارض اللي هي المسافة دي او الطول ده اشتري بايه بالمتر يبقى انا الاول لازم احدد الشيء اللي انا عايزه وبعد ما حدد الشيء اللي انا عايزه ابدأ اوظف له وحدة القياس المناسبة ليه وكمان ايه اداة القياس المناسبة ليه لو راح اشتري حاجة من السوق ببساطة كده وعايز اشتري اي حاجة بقول له ايه انا عايز اتنين كيلو كز انا عايز كيلو من الخضار او من الفكهة او من السوبر ماركت الحاجات اللي انا بشتريها يبقى بحدد شيء وعن طريق تحديد الشيء ده بحدد له ايه هو انا عايز اشتري حاجة بالكيلو يبقى هوزنه طب الميزان ها يديني يديني كيلو الكيلو دي ايه وحدة قياس خلاص يسا انا قولة نشوف كده مع بعض صورة كمان بتوضح القياس هو عبارة عن ايه بيقول ان القياس عبارة عن مقرنة كمية مجهولة بكمية تانية معيارية يعني انا زي ما احنا شايفين كده زي ما انا قلتلكم هنا كده في ايه في عندي فك اهو بطيخة حلوة جميلة ايه هعمل ايه انا عايز احدد لها اشوف هي قد ايه هروح اشتريها كده وخلاص فبحدد بحط المعيار او القيمة بتاعتي دي قال ان هي 3 كيلو ده الوزن او المعيار او القيمة بتاعة القياس هنا القيمة المجهولة وبحط لها قيمة معيارية يبقى القياس ببساطة ان انا بقارن كمية مجهولة بكمية اخرى معيارية بتكون موجود عليها الوزن طب عشان انا دلوقتي اعمل عملية قياس يا سنة اولى عشان اجيب ادوات قياس وابدأ استخدمها وابدأ اقس بيها وابدأ استخدمها في المعمل عندي اوابدأ استخدمها في الورشة ادوات القياس دي اللي احنا هنتكلم عنها وانتم متشوقين تعرفوا ايه يا دلوقتي لسه ما قلناهاش ادوات القياس دي لازم احافظ عليها احافظ عليها ازاي انا عندي ادوات قياس كتيرة هنقولها مع بعض دلوقتي لازم أحفظ عليها عمل لي حاجة اسمها إيه؟ اسمها معمل القياس ما ينفعش أخذ أدوات القياس وانزل أروح إيز بيها وانوقفة في الحوش مثلا أو أنا في الفصل فوق لا القياس يتقاس في معمل القياس لأن الأجهزة دي أولاية بتكون حساسة جدا فأنا لازم أوظف لها أو أحدد لها معمل اسمه معمل القياس وده بننزل ناخد فيه حصة بنتدرب على إزاي بنقيس بأدوات القياس نشوف مع بعض كده إيه هي الشروط اللي لازم تتوفر في معامل القياس أول شرط أن تكون درجة الحرارة داخل المعمل مناسبة ما ينفعش خالص يا سنة أولى أننا أدخل معمل القياس ولاقي درجة الحرارة مرتفعة جدا أو منخفضة جدا لازم تكون درجة الحرارة مناسبة للأدوات اللي موجودة داخل المعمل للأجهزة أو الأدوات اللي موجودة فإيه كمان أن تكون المعامل بعيدة ومعزولة عن أي مصدر يتسبب في اهتزاز يعني ما جيش أحط معمل القياس جنب الورشة الورشة دي فيها إيه؟ فيها مكان خراطة فيها فرائز فيها مكان متقاب لما بيحصل اهتزاز هيحصل إيه للأدوات دي أو للأجهزة دي؟ هيحصل تفاوت أو هيحصل أن الأدوات ممكن تقع على بعض ويحصل لها إيه؟ ممكن تتكسر ممكن الأدوات دي يحصل فيها أي تفاوت في قياس الأبعاد إيه كمان من الشروط الواجب توفرها في معمل القياس إن تكون المعامل خالية تماماً يا سنة أولى من الأتربة والرتوبة ما ينفعش أدخل معمل القياس ولا إيه؟ أدوات القياس بتاعتي عليها تراب أو عليها بخار مية أو عليها أي رتوبة لا أنا لازم المعمل بتاعي يكون خالي من الأتربة دايماً أهوي المعمل باستمرار ودايماً أنظف الدوليب أو أدوات القياس اللي موجودة إيه كمان؟ الإضاءة تكون جيدة علشان تسهلي عملية القراءة هو أنا دلوقتي يا سنة أولى لو أنا عندي دلوقتي كده مصطرة أدات قياس عادية هي أنا هبدأ أئيس بيها هدخل المعمل عشان أئيس أول ما أمسك المصطرة كده وابدأ أبص فيها يا سنة أولى لو ما فيش إضاءة كافية داخل المعمل أنا أصلاً مش هشوف التدريج بتاع المصطرة مش هعرف أشوفه لازم تكون الإضاءة مناسبة وكافية علشان أقدر أقرى كويس علشان ما يحصلش غلطات أثناء التمرين لما أجي أعمل تمرين وأقول أنا عايز البعد ده ما لاقيش البعد المطلوب 10 ملي يطلع لي 11 ملي آه يمس هو بيفرق الملي؟ آه بيفرق بيفرق لو أنا بعمل تمرين هركبه مع آلة تانية أو جزئين من التمرين هركب جزئين مع بعض بيفرق جداً هاجه أركب مش هتركب خلاص أنا كده كده أصلاً عايزة مثلاً زي ترسي وجريدة مسننة وهركب جزئين لازم تكون الأجزاء بتاعة العملية أو الأجزاء بتاعة الأداء أو الشغلة اللي أنا بشتغلها لازم تكون مطابقة للقياس اللي أنا عايز فعشان كده بقول لازم إضاءة المعمل تكون كافية كويسة جداً عشان أقدر أشوف بعناية عمليات القياس اللي أنا بشتغل طيب إحنا دلوقتي قلنا تكلمنا عن إيه؟ تكلمنا عن أهمية القياس وقلنا إنه هو مهم جداً وقلنا كمان تعريف القياس إن أنا بحدد قيمة شيء أو صفة معينة وعن طريق تحديد الشيء أو الصفة أو القيمة المعينة دي على أساسها بعمل إيه سنأولى؟ على أساسها بوظف بوظف أداة القياس المناسبة طيب أنا وظفت أداة القياس المناسبة محتاجة أعرف إيه؟ محتاجة أعرف إيه هي وحدة القياس اللي هقيس بيها يعني لو أنا بقيس حاجة على الميزان ينفع أقسها بالمتر لازم أقسها إيه بالكيلو؟ طيب لو هقيس أرض ينفع أقول أنا هقيسها بوحدة قياس للضغط أو أقسها بالمنومتر أو أقسها بالبرومتر أو أقسها بأي جهاز آخر أو أقسها بالأدمة؟ لا لازم وحدة قياس مناسبة لإيه؟ للأداة اللي أنا هشتغل بيها علشان كده هنتكلم دلوقتي على وحدات القياس وحدات القياس دي تركزوا معي فيها كويس جدا لأن وحدات القياس دي مستمرة معيكو في سنة أولى لها السنة دي وسنة تانية إن شاء الله السنة الجاية وكمان لحد سنة تالتة وحدات القياس دي مستمرة هي كمان مش هتفيدكو بس يا ولاد في مادة أجهزة القياس لا هي كمان هتفيدكو في حياتكو العملية إن لما روح أشتري حاجة أو لما روح أشتغل في أي مكان أبقى عارف الجهاز ده عبارة عن إيه؟ والجهاز ده الوحدة بتاعته بتقيس إيه؟ نشوف كده مع بعض وحدات القياس الكمية المقاصة وحدة القياس والرمز عندي تلات حاجات مهمين أركز عليهم إيه هي الكمية اللي أنا هقسها وأقدر أوظف لها وحدة قياس إيه؟ ورمزها كمان يكون إيه؟ أول كمية مقاصة عندي اسمها إيه؟ الطول أنا بقيس بالطول هقيس بإيه؟ بالمتر يبقى لما جئيس طول وحدة القياس اسمها المتر الرمز بتاعها إيه؟ M وحدة القياس الطول بيقاص بالمتر اللي هي وحدة القياس بتاعته اللي هو رمز M الكتلة الكتلة اللي هو إيه؟ اللي هو الوزن أنا باشتري حاجة بالكتلة اللي هي الوزن الكتلة بقيسها بإيه؟ تخلينا كده مع بعض على الجدول الكتلة بالكيلو جرام الكيلو جرام ده الرمز بتاعه كيلو جرام أهو كيلو جرام الزمن الزمن اللي احنا قلنا ببساطة إيه؟ سنقولة الساعة بتاعتي اللي أنا بشوف فيها وقتي الزمن بيتقاس بإيه؟ بيتقاس بالثانية ويه؟ الرمز بتاعها الإس الطيار الكهرابي أنا ما أقدرش في بيوتنا أو في المصنع أو في الشركات أو في المحلات أو في أي مكان لازم يكون في الطيار الكهرابي داخل بقيمة معينة ولازم أكون إيسه علشان أقدر أحدد القيمة اللي أنا عايزها اللي هي وحدة قياسه بإيه؟ بالأمبير الرمز إيه؟ درجة الحرارة بتقاس بالكيلفن وممكن أعمل لها تحويلات تتقاس بحاجات تانية ده هنتكلم عنه في درس درجة الحرارة طب الكيلفن ده رمزه إيه؟ K كمية المادة اللي أنا عايز أعرف كمية المادة بتتقاس بالمول M-O-L شدة الإضاءة لو أنا عايز أعرف شدة الإضاءة لآلة أو لمكان أو لأي حاجة عندي بعرفها بحاجة اسمها الأنديلة C-D أو كانديلة الزاوية المسطحة أو الزاوية عموما بقسها بحاجة اسمها الرديان R-A-D الرمز بتاعها R-A-D فيه بقى حاجة اسمها الزاوية المجسمة دي بقسها بالسترة ديان والرمز بتاعه S-R دي مجموعة من وحدات القياس اللي أنا عن طريقها بقدر أحدد الكمية اللي أنا هاقسها وبعد كده أحدد لها على أساسها إيه؟ وحدة القياس المناسبة ولازم أكون عارف الرمز علشان لما أمسك المتر ولاقي علامة ال M المكتوبة أبقى أعارف أن القياس ده هو إيه سنة أولى هو متر طب نشوف مع بعض كده هي دي وحدات القياس وخلاص؟ لا ده فيه لسه وحدات اسمها وحدات مشتقة أنا دلوقتي قست بوحدات اللي هي الوحدة العادية أو المتفق عليها دوليا كل ده متفق عليه دوليا طب عمل وحدات مشتقة عشان تسهلي عملية القياس لو عايز إيه سحاجة أضاق أو حاجة أقل أعمل إيه؟ أو حاجة أعلى بعمل وحدات قياس مشتقة المساحة والمساحة هنا بتتقاس بإيه؟ أو وحدة المشتقة بتاعتها إيه؟ المتر مربع زي ما احنا شايفينه هو في الرمز M2 يعني متر مربع الحجم الحجم ده بيتقاس بإيه؟ سنقوله بالمتر المكعب الرمز بتاعه M3 يعني متر مكعب الزبزبة حتى احنا بنسمع دايما على كلمة هيرتز دي الزبزبة الوحدة المشتقة بتاعتها أو بتتقاس بالهيرتز HZ الكسافة اللي هي إيه الكسافة اللي هي بتتقاس بالكيلو جرام لكل متر مكعب يبقى هقولها الرمز بتاعها كيلو جرام على المتر المكعب طيب إحنا بنقيس بس كسافة وحجمه وزبزبة ومساحة؟ لا في حاجة كمان اسمها السرعة الخطية بنقيس السرعة السرعة إيه الخطية؟ متر الكل ثانية الوحدة المشتقة بتاعت السرعة الخطية متر الكل ثانية اللي هي الرمز بتاعها إيه؟ MS أو M على S المتر على الثاني العجلة الخطية دي بتتقاس أو الوحدة المشتقة بتاعتها متر الكل ثانية مربعة يعني M على S طو اللي هي الثانية المربعة الزاوية زي ما احنا اتفقنا بتتقاس بالرديان السرعة الزاوية بتتقاس رديان لكل ثانية ما احنا قلنا الزاوية بتتقاس بالرديان والسرعة بتتقاس بالثانية يبقى السرعة الزاوية رديان لكل ثانية العجلة الزاوية رديان لكل ثانية مربعة والرمز بتاعها rad على الثانية المربعة القوة بتتقاس بايه بالنيوتن اللي هو الرمز بتاعها n طيب الضغط بيتقاس بالنيوتن لكل متر مربع حضرتك يا مثل السيئلة من شوية ان الضغط في بار وفي بسكيل احنا قلنا ان دي وحدات مشتقة للقياز او للوحدات الاساسية عندي وحدة اساسية في وحدات مشتقة الجدولين دول مهمين جدا يا سنقولة لازم تذكرهم كويس ولازم تعرفوا ايه هي الوحدة الاساسية وايه هي القيمة او هي وحدة القياس اللي بتقيس بيها وكمان نعرف ايه نعرف الوحدات المشتقة وبرضو ايه هي الرموز بتاعتها طيب احنا دلوقتي قلنا عن وحدات القياس في حاجات عندنا برضو بتتقاس بس حاجات لها معامل ضرب يعني ايه معامل ضرب هنشوف كده الصورة مع بعض ونقولي يعني ايه معامل ضرب هنا بيقولي معامل الضرب واسم المعامل حاجة اسمها هنا معاينها كده زي ما احنا شايفين حاجة اسمها التيرة التيرة احنا بنسمع الاسم ده كتير لما بنيجي نقيس هنقول دلوقتي كده التيرة دي بتستخدم في ايه وهنقول كل حاجة من الحاجات اللي موجودة او من المعامل اللي موجودة بيستخدم في ايه التيرة الرمز بتاعها ايه سنقولة الرمز بتاعها تيه بيقولي ان معامل الضرب بتاعها 10 قص 12 هيفيدني بايه يا ميسم معامل الضرب لما يجي ان شاء الله طبق مسائل في سنة تانية هحتاج معامل الضرب ده يعني ايه 10 قص 12 يعني معناها ان العشرة دي او الواحد ده هيكون قدامه 12 صفر تريليون هيكون قدامه 12 صفر عشرة قص 12 يعني معناها ان الواحدة يكون قدامه 12 صفر طب هو ليه يمسش معنى يعني حطيلي عشرة وما قالش واحد وكتبلي اللي 12 لان عايز يقولي ان اللي 12 اللي محتوطة في قص صفر دي بتقول ان فيه هنا في الرقم ده 12 صفر ياس انا اقول طيب الجيجة الرمز بتاعها جي وي 10 قص 9 احنا اتفقنا بقى ان العشرة قص 9 دول معناها ايه برافو عليكم يا سنة اولى برافو معناها ان فيه 9 صفر موجودين جنب الواحد طيب نشوف حاجة اسمها الميجة الميجة الرمز بتاعها ام فيه هنا موجود ايه 10 قص 6 يبقى كده فيه كم صفر قدام الواحد يا سنة اولى برافو يا سنة اولى 6 صفر موجودين قدام الواحد برافو عليكم نكمل الجدول مع بعض كمان فيه حاجة اسمها ايه فيه حاجة اسمها هنا كده الكيلو بيقول لي الكيلو 10 قص 3 وعرفنا ان خلاص ان العشرة قص 3 دي معناها ان الواحد قدامه 3 اصفار والهيكتو والديكا والديسي والدي الرمز بتاعتهم هنا كده الميجة بالام الكيلو بالكي الهيكتو بالاتش الديكا بالدي ايه الديسي بالدي طيب الصمتي بالسي يبقى احنا عرفنا ان هنا طب هنا يمس مكتوب سالب مش مكتوب لي هنا زي ده اه هنا بيقول لي ان معناها ان العشرة قص سالب ده ان الصمتي ده بيسوي واحد من الف مش واحد مش ميت الف او الف لا ده بيسوي واحد من الف الميلي ده بالمتر الرمز بتاعه فيه المايكرو والنانو والبيكو والفنتو كل دي اسمها ايه اسمها وحدات طياز بس احنا اتفقنا اني ليها معامل ضرب انا لازم اكون عارفه ومذكره كويس علشان لما تجي لي مسألة في المدرسة اعرف ان انا اعمل ايه اعرف ان انا اعوض طب احنا دلوقتي يا ميس حضرتك عما تقول لنا تيرا وميجا وهكتو ايه مثل الحاجات اللي احنا بنسمع دي طب احنا كنا بنسمع الاول الكيلو عارفينه المتر عارفينه او اسمعنا عنه انما ايه مثل الحاجات الكبيرة دي تعالوا نشوف مع بعض كده دلوقتي يعني ايه تيرا تستخدم في ايه يعني ايه ميجا تستخدم في ايه يعني ايه جيجا تستخدم في ايه معايا كده التيرا بايت معناها زي ما احنا قلنا 10 قص 12 يعني فيه قدام الواحد 12 صفري سنة اولى ودي عبارة عن وحدة قياس لساعة التخزين في اجهزة الكمبيوتر بنسمع كتير يقولك الجهاز ده الساعة بتاعته 100 تيرا بايت يعني طبعا هي اكبر من كده بكتير بس انا بقول مثال يعني طب دي الاجهزة كده اللي انا بقدر رئيس بيها التيرا بايت او اللي انا بخزن عليها ساعة الكمبيوتر او القياس اللي موجود في الكمبيوتر الجيجا بايت باستخدمها في ايه الجيجا بايت بتستخدمها شركات الكمبيوتر علشان تقسلي حجم ذاكرة الوصول اللي موجود في الرامة لما بتروح تشتري جهاز الكمبيوتر بتقول له ايه انا عايز الرامات تكون عالية فعلى اساسها يقولك الرامات دي 200 جيجا الرامات دي 1000 جيجا الرامات دي 2000 جيجا عشان كده بقول ان الجيجا دي باستخدمها او بتستخدمها شركات الكمبيوتر وده شكل الرام بتاع الكمبيوتر الميجا بايت احنا لسه قيلين الجيجا بايت ده الميجا بايت ده طبعا احنا بنستخدمها كتير جدا لما يجي حد ينقلك صورة او ملف او فيديو او اي نوع من انواع الوسائط يقولك ايه او انت بتبص كده وانت بتنقل يقولك ان الصورة دي المواصفات بتاعتها او الحجم بتاعها خمسة ميجا بايت عشرة ميجا بايت الفيديو ده 100 ميجا بايت لا ده الفيديو ده كبير ايه مش اقدر احمله عندي عشان كده انا بقول ان احنا بنستفيد جدا من كل القياسات اللي موجودة بعرف اوظف الحاجة اللي انا عايزها في الحاجة اللي انا هستخدمها يبقى الميجا بايت دي بتقس ايه بتقسلي حجم الصور او الملفات او الفيديوهات اللي موجودة عندي مشوف صورة كده دي اجهزة اللي بتقس ميجا بايت او اقدر اخزن عليها الميجا بايت لأجهزة الكمبيوتر الهيكو متر الهيكو متر هو عبارة عن وحدة قياس طول ندرة جدا يا سنة أولى بتعاد الكام بتعاد الميت متر وبتقس الهيكو يكفي ان انتو تعرفوا ان الهيكو متر بيقس مسافة انا عايزة كده الهيكو متر بيقس مسافة دي معلومات لازم نعرفها علشان بعد كده لما نيجي نشتغل ان شاء الله نبقى مهندسين كده ونيجي نشتغل نبقى عارفين الحاجات دي كلها احنا خدمها في سنة أولى نكمل كده مع بعض وده عبارة عن شريط مغناطيسي بيقس لي الأطوال بتاعة الهيكو متر بيقولي ان الوحدات الأساسية لقياس المسافة تعتبر المتر المتر هو وحدة أساسية اول مسمع مسافة سنة أولى اقول على طول بتتأس بالمتر ومضاعفاته طب ايه هي مضاعفات المتر نشوفها كده مع بعض بالترتيب من الأصغر للأكبر أول نوع أو أول وحدة أساسية الملي متر وبعدها على طول ده من الأصغر للأكبر يعني الملي متر ده المفروض ان هو أصغر من السنتيمتر الديسي متر المتر بعلق اهو الديكا متر الهيكو متر الكيلو متر وكل الوحدات دي كلها وحدات قياس للمسافات والأطوال بقدر عن طريقها أقيس المسافات والأطوال طيب نشوف المعلومة المرتبطة بالمعلومة اللي قبلها دي بيقول ايه بقى الشريحة دي بتقول لي ايه او الكتاب بيقول لي ايه ان الملي متر والسنتيمتر والديسي متر والمتر والديكا متر والهيكتو متر كيلو متر كل الوحدات دي كل وحدة منها بتساوي عشر أضعاف الوحدة اللي بتسبقها يعني ايه يعني لو قلت ان المتر ده المتر ده بيساوي عشر أضعاف الديسي متر طب الديسي متر هيساوي عشر أضعاف السنتيمتر وهكذا يسنة أولى كده عرفنا ببساطة ايه هي وحدات القياس اللي نقدر أقيس بيها فيها عندنا كمان وحدات قياس حاجة اسمها الميكرو الميكرو ده هو وحدة قياس بتستخدم في علوم الفيزياء والكيميا شايفين احنا بقينا يعني أضق ازاي وحدة قياس أنا بستخدمها في علوم الفيزياء والكيميا النانو أكيد بنسمع كلمة نانو دي كتير بتستخدم للتعبير عن جزء من المليار من الوحدة المراد قياسها وليها فايدة كبيرة جدا في قياس الطول والزمن والكتلة ايه كمان عندنا من الوحدات اللي احنا لسه إلنا في معامل الضرب البيكومتر بستخدم البيكومتر ده في ايه بيقسلي أكتار الزرات والأبعاد الزرية شايفين الدقة يسا نقولها الفيمتو ثانية وبرضو ده مصطلح احنا بنسمعه كتير أو وحدة بنسمعها كتير الفيمتو ثانية دي بستخدمها فيه بستخدمها عشان إيس المدة الزمنية اللي موجودة ووحدة قياس السرعة المترة على الثانية زي ما احنا قلنا يا سنة أولى يبقى احنا كده قلنا مع بعض بصورة بسيطة كده تكلمنا عن القياس وايه هو فايدته وايه هو تعريف القياس وازاي بقدر اشتغل في معمل القياس وايه هي الشروط اللي انا بشتغل بيها في معمل القياس عشان تطلعني او احافظ على الأدوات القياس وفي نفس الوقت اطلع قراءة سليمة لأدوات القياس وقلنا كمان علشان استخدم أدوات القياس لازم يكون لها وحدات وتكلمنا بالتفصيل عن وحدات القياس زي ما احنا لسه قلين كده التلات جداول المهمين جدا اللي احنا هنركز فيهم موجودين في الكتاب نقراهم انا مرضيتش اجيبهم من اي مكان تاني قلت اجيبهم بترتيب الكتاب عشان لما نذاكرهم نسمع الحلقة ونبدأ نذاكر مع الكتاب بتاع المدرسة هنلاقي الموضوع سهل وبسيط علينا نذاكر التلات جداول دول كويسي سنقول هنتكلم عن ايه بقى دلوقتي عن أنظمة القياس انا عمال اقول قياس 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 طب انا عايز انظام ايه سبيني عايز احدد بقى عايز ادخل في عملية القياس أنظمة القياس ثلاث انظمة مهمين ومتفق عليهم اول نوع النظام المتري زي ما احنا شايفين كده في الصورة زي الطول والكتلة والزمن النظام المتري اللي هو طول وكتلة وزمن زي ما احنا شايفين كده سنقولها هنشوف دلوقتي في الشريحة معين النظام الستيني يوجد في قياس الزوايا بس تخدمه علشان ايه سبي الزوايا نظام كمان اسمه النظام الدائري يستخدم الرديان كوحدة قياس للزوايا الثلاث انظمة دول مهمين يا سنقولة بيجوا في الامتحان كتير ممكن يجوا اكمل ممكن يجوا صحة وغلط ممكن يجي اكمل يقولك ايه هي انظمة القياس يبقى احنا عارفين على طول متري ستيني دائري ايه هو النظام المتري طول قتلة زمن النظام الستيني لقياس الزوايا النظام الدائري لقياس الوحدة الزوايا طب نشوف كده مع بعض هنا كده وحدة القياس المتر هيتقاس بالطول والكيلو جرام بالكتلة والزمن بالثانية والانبير او الطيار الكهرابي هقيسه بالانبير ودرجة الحرارة هقيسها بالكيلفن يبقى دي الكمية المقاصة وهنا وحدة القياس لو هقيس طول بالمتر لو هقيس كتلة بالكيلو جرام لو زمن بالثانية لو طيار كهرابي بالانبير لو درجة حرارة بالكيلفن ودي رموز لوحدات القياس طب نشوف كده مع بعض مقياس الطول لما اجا قيس طول اقيسه بايه بالمصطرة معايا المصطرة وهقدر اقيس طول طب انا زودت في الطول شوية يبقى هيبقى عندي الشريط المتر اللي هو المتر ده عشان يقس لي طول زيادة شوي طب عايز بقى قياس اضاق يا سنة اولى هشتغل بايه بالقدمة ذات الورانية طب قياس اضاق كمان عايز اقيس اضاق هشتغل بالميكرو متر القتلة فيه انواع كتير ممكن اقيس الكتلة او الوزن عن طريق الميزان سواء ميزان حساس او ميزان رقمي او ميزان بكفتين مقياس الزمن بالساعة زي ما احنا قلنا هقدر اقيس الزمن بالساعة طب نتكلم بقى كده عن القياس احنا اتفقنا ان القياس ايه القياس ان انا بقارن كمية بكمية طب القياس ده نوعين مهمين جدا يا سنقول اول نوع او اول حاجة من ادوات القياس قياس مباشر زي المسطرة انا بجيب التمرين عندي اهو ومعي المسطرة بمسك التمرين او اعيز ايس الورقة دي بمسكها حط المسطرة عليها كده البعد على طول بيظهر لي على المسطرة علشان كده بقول ان القياس مباشر اول ما بحط المسطرة عليه بلاقي قياس طيب هل في قياس غير مباشر اقول لكم ايه القياس غير مباشر البرجل يا سنقول لما باجي امسك البرجل وحطه على المسطرة وطلع بيه بعد هل انا كده البرجل بيبقى فيه تدريج زي المسطرة لأ ما فيهوش تدريج زي المسطرة يبقى البرجل ده ادات قياس غير مباشر بستخدمه ازاي لما بمسك البرجل احطه على المسطرة اخد البعد من على المسطرة وبعدين هنقله فين هنقله على التمرين اللي موجود عندي يبقى ادوات القياس نوعين مهمين جدا اول نوع قياس مباشر وقياس غير مباشر مباشر زي ايه برافيا سنقولة مباشر زي المسطرة غير مباشر زي ايه زي البراجل نشوف كده ادوات القياس المباشرة هنا كده المتر ده من ادوات القياس اللي انا على طول بحطه على البعد اللي انا عايز ايس به بيطلع لي مباشر طب هنا ايه كمان دي برضو مصطرة او انواع من انواع المساطر اول ما بحطها مباشرة بيبدأ يظهر لي البعد على طول قياس الابعاد علشان اقوم بعملية قياس للبعد صحيحة لازم استخدم اداة قياس مناسبة مشانا لسه ايلا كده من شوية علشان ابدأ ايس البعد لازم استخدم اداة قياس مناسبة ايه هي ادوات القياس يا سنة اولى اول اداة من ادوات القياس المساطر المدرجة المساطر المدرجة دي اقدم ادوات للقياس اداة موجودة من سنين طويلة جدا واكثرها شوعا لانها اديمة فبتستخدم كتير فعمليات القياس ليه اولاد هي من اقدم يعني ادوات القياس واكثرها شوعا لانها سهلة جدا في القياس. انا ببساطة كده بمسك المسطرة ايس البعد. الموضوع بيبقى بسيط وسهل جدا عندي. عشان كده بقول هي من ادوات القياس القديمة جدا والاكثر شيوعا. في منها نوعين. مسطرة صلب. ودي بتصنع من ايه? من الصلب باطوال مختلفة. لما اقول مسطرة صلب يبقى بتصنع من الصلب. الاطوال بتاعتها بتبدأ من مية وخمسين ملي متر لالف ملي متر. طب انا عايز ايس بعده اكبر يا سنة اولى محتاج اقيس بعده اكبر. هستخدم ايه بقى? دي كمان المصطرة الصلبة هي. دي هنشوفها في الورش عندنا كتير جدا. وهنشوفها في المعمل كمان. ايه دي المصطرة الصلبة هي موجودة عندنا? ودي طبعا زي ما احنا شايفين مدرجة. فيه بالملي متر وفيه كمان اجزاء من المصاطر الصلب مدرجة بالبوزة. طب زي ما احنا اتفقنا ان ادوات القياس لازم احافظ عليها. انا خلصت قياس بالمصطرة اعمل ايه? لازم احطها في الجراب الخاص بيها وعينها بعد على طول مخلص عملية القياس. ده جراب خاص بمصطرة القياس. مصطرة من عقل خشبية او معدنية. بتتصنع كده العقل بتاعتها بتكون خشبية او معدنية. طول العقلة يعني طول الجزء يا ولاد مية ملي متر. الطول الكلي كان بيكون متر واحد. احنا اتفقنا. لو انا عندي طول اكبر من المصطرة انا اعرف ان المصطرة بتكون محددة في القياس بتاعها. مصطرة 30 سنتي. مصطرة 20 سنتي. مصطرة 50 بس متحددة. طب انا عايز ايس بوعدة اطول شوية. استخدم ايه? استخدم المصطرة العقل. بتكون عبارة عن مجموعة مصاطر. متصلة ببعض. نشوف كده الصورة مع بعض. اهي. دي المصطرة اللي من عقل خشبية. شايفين? كل جزء منها يعتبر مصطرة لوحده. اسمها عقل. عشان بتتجمع هنا كده. ادي كده عقلة عقلة كده. مصطرة من عقل خشبية. دي ممكن تتصنع من الصلب او تتصنع من الخشب. مصطرة صلب رفيع. طب انا عايز ايس ابعاد في اعماق او في عمق تمرين. والمكان يكون ديق جدا. المكان عندي بيكون ديق. استخدم له ايه? هستخدم المصطرة الصلب الرفيع. ده شكل للمصطرة الصلب الرفيعة يا سنة اولى. فيه كمان نوع من انواع المساطر مهم اسمه مصطرة صلب مارينة. قدم مصطرة صلب مارينة. بتسمى قدم. ليه بتسمى قدم? لان الجزء المدرج فيها الطول بتاعه بيكون قدم واحد. طب هي بتصنع من ايه? من صلب الياي. ليه من صلب الياي. علشان وانا بشتغل بيها اقدر ان هي ممكن تتني على التمرين او تبقى سهلة الحركة معايا على التمرين. ممكن ان انا اتنيها على الشهر. دي المصطرة اللي هي صلب او مصنوعة من صلب الياي. مصطرة صلب بحفة ارتكاز دي من انواع المساطر. طب باستخدمها في ايه? باستخدمها في قياس ابعاد المشغولات من طرفها. الحفة يعني حرفها. وبتستخدم حفة الارتكاز في تثبيت نقاط ارتكاز برجل القياس على تدريج المصطرة. مش احنا اتفقنا ان احنا لما بنيجي ناخد القياس بتاع البرجل بنعمل ايه? بنحط البرجل. هو ليه البرجل ليه? هنشوف دلوقتي تكوين البرجل. ليه عبارة عن ايه? عبارة عن طرفين? بنحط طرف كده على بداية المصطرة والطرف التاني اهو بفضل افتحه كده علشان اجيب الكترة او اجيب المقاس اللي انا عايزه. طيب دلوقتي انا كل ميجي حط دلوقتي يمسك البرجل كده وحطه على المصطرة. ايه اللي هيحصل? كل شوية تفلت. السن بتاع البرجل هيفلت. فعمل لي ايه? عشان مصطرة عشان تساعدني في الشغل. عمل لي مصطرة اسمها مصطرة بحفة ارتكاز. ليه حفة كده بركز سن البرجل عليها على الصف. وببدأ اخد القياس المناسب من على المصطرة. وده بيسهل لي عملية القياس. بشوف صورة كده لمساطر القياس. دي مصاطر القياس. في هنا مصطرة صلب حفتها الجانبية مدرجة. ومصطرة صلب رفيعة. ومصطرة صلب مرينة. زي ما احنا قلنا بقدر احركها بسهولة على الشغلة. ومصطرة صلب بحفة ارتكاز. شايفين بقى فين يا ولاد؟ حفة الارتكاز هي سنة اولى. بسند الطرف بتاع البرجل عند الجزء اللي في الاول اللي هو الاسود ده. اهو. هنا كده. وابدأ افتح سن البرجل على المقاس اللي انا عايزه وابدأ احدد اي مقياس انا عايزه. طب هنا مصطرة صلب بماسك. بيبقى ليها ماسك من فوق. لو انا عايزة ايس اماكن ديقة. مش هعرف ادخل المصطرة. فبنزل الماسك ده وهو بيديني القراءة المطلوبة. مصطرة صلب بحفة مشتوفة. لو انا عندي اجزاء او شكل في التمرين ميل وعايزة ايسه. ممكن استخدم المصطرة اللي بحفة مشتوف. اهي دي مصطرة بحفة جانبية. زي ما احنا شايفين كده ادي جزء من التمرين اهو. وببدأ احط المصطرة على جزء التمرين. وهقول انا هيس من اول هنا لحد هنا كده بيحددلي البعد بتاعي. مصاطر مفصلية وشرائط قياس. كل دي ايه سنقوله. كل الادوات اللي انا بتكلم عليها دي ايه. كل دي سنقوله ادوات قياس مباشر. كل الادوات دي او الاجهزة دي ادوات قياس مباشر للمصطرة اداء. المصطرة المفصلية او شرائط القياس دي بتكون عبارة عن ايه? عن ادوات قياس للطول. ادات قياس بتقسلي الطول. بتصنع من ايه? من الالمونيوم او من الصلو او من القماش وبيتكون متغلفة بالبلاستيك. نشوف كده شايفين? زي المزورة اللي احنا بنشوفها عند الناس اللي هم بيفصلوا دي. دي برضو بتكون زي شرائط القياس. اهي? طب انا ليه بغلفها يا سنقوله? ليه بغلفها هي? لو مصنوع من القماش انا ممكن اغلفها بالبلاستيك. لان وانا بقيس ممكن ايه اللي يحصل? ممكن التدريج ده ممكن من كتر القياس يتمسح. او لما اجعلن بالقلم ممكن يحصل هنا كده خطأ في القياس. فعلشان كده انا ببدأ اغلفها بالبلاستيك. علشان تحافظ على دقة التدريب اللي موجودة فيه. ده كمان ايه? ده المتر. مش احنا المتر ده احنا متعودين عليه بنشوفه دايما في البيت. بنقيس بيه ايه? الاطوال اللي بتكون طويلة جدا. لو عندي طول كبير ببدأ ايه? اقيس بالمتر. وكمان المسطرة اللي هي زي ما احنا قلنا المساطر المفصلية. كل دي ايه يا سنقوله? كل دي ادوات زي ما احنا اتفقنا ادوات قياس مباشر. يبقى اتكلمنا وقولنا القياس كم نوع? نوعين. برافو عليكو يا سنقوله. قياس مباشر اللي هو ايه? ايوة المساطر. برافو. واتكلمنا عن ايه? عن انواع للمساطر كتير. قلنا ايه? المسطرة الصلم. والمسطرة القدم. والمسطرة اللي بحفة مشتوفة. او بحفة ارتكاز. والمسطرة المدرجة. عندنا انواع كتيرة جدا من المساطر. لازم برضو نذاكر ونعرف كل مسطرة الشكل بتاعها ايه? عشان لما تجيلي في الامتحاد. اعرف حل السؤال. وبتستخدم في ايه? طب نقول بقى كده النوع التاني من ادوات القياس. مش احنا قولنا ادوات القياس او النوعين بتوع ادوات القياس. قياس ايه? برافو. قياس مباشر وقياس غير مباشر. نتكلم بقى عن القياس الغير مباشر. اللي هو عن طريق ايه? برافو. عن طريق البراجل. نمشوف كده مع بعض. ادوات نقل الابعاد اللي هي البراجل بستخدمها في ايه? بستخدمها علشان تكون عندي وسيلة مساعدة في عملية القياس. هي بتساعدني. هي ما بتدينيش بعد. ما بقدرش عن طريقها ايه? انا بس يا دوبك باخد البعد من على المسطرة. وابدأ انقله على الشغل. او ايخد البعد من على الشغل. وطلع له قيمة على المسطرة. بنقل زي ما احنا بنقول قيمة القياس من الشغلة لجهاز القياس اللي هو المسطرة. او العكس. ده شكل للبراجل. انواع البراجل زي ما قلنا وخدنا انواع المساطر. لازم كمان نعرف ايه هي انواع البراجل. برجل العدل. البرجل العدل ده بستخدمه في ايه? البرجل العدل ده بستخدمه في رسم الدواير على المشغولات. وهو بيكون عبارة عن مكون من شكتين مدببتين الطرف. ونهايتهم متصلين مع بعض بمسمار. المسمار ده بيعمل ايه? بيسمح بالابتعاد او الاقتراب. بيكون البرجل عبارة عن ده كده. البرجل العدل كده. وفيه هنا كده ايه? اللي الطرفين بتوعه. الطرفين مدببين. وفي اخر الطرفين دول فيه مسمار. المسمار ده بيعمل ايه? ممكن افتح المسمار ده علشان اوسع فتحة البرجل. وممكن اقفله لو انا خدت قياس مظبوط عايزة ايز به على المعدن. ده اسمه البرجل العدل. البرجل العدل ده. اللي هو البرجل العادي بتاعنا يا ولان. اللي انا بستخدمه عشان ارسم به الدواير. نشوف كده شكل البرجل العدل معنا. اهو. ده شكل البرجل العدل عبارة عن طرفين مدببين. وبعد كده فيه مسمار اهو زي ما احنا شايفين. المسمار ده ممكن افتحه او اقفله. وعن طريق الفتح او قفل المسمار ده هعمل ايه? هقدر اخد القياس بتاع. برجل القياس الخارجي بستخدمه في ايه? في قياس اكتار الاعمدة والابعاد الخارجية. لو عندي كتر خارجي هستخدم برجل القياس الخارجي. اللي هو بيقيس لي ايه? الاكتار الخارجي. نشوف كده صورة للبرجل. او بنسميه البرجل القروي. ده بيقيس الابعاد الخارجي. طب شايفين هنا كمان اصلي ايه? اصلي البعد القروي. عشان كده عن طريقه ممكن احدد لو انا عندي الشكل ده. مش هعرف يا ولد اقيسه بالمسطرة او هنقل لبعد. بستخدم البرجل ده علشان يقسلي. وهنا كمان لو انا عندي برضو قطعة معدن مستقيمة. ممكن كمان اقيس بيها او احدد بيها. برجل القياس الداخلي بستخدمه في ايه? في قياس الاكتار الداخلية. زي ما احنا قلنا. البرجل الخارجي في قياس الاكتار الخارجية. البرجل الداخلي في قياس الاكتار الداخلية. ده شكل البرجل الداخلي هو يا ولد. لو انا دلوقتي عندي ايه شغلة او انا تمرين هقوم بيه. وعايز اقيس الجزء اللي جوه ده. هقيسه بايه? ينفع اقيسه بالمسطرة? ادخل المسطرة جوه كده? لا مش هينفع. وحتى لو استمن بره الجزء ده. مش هيبقى القياس دقيق سنقوله. فبعمل ايه? بستخدم برجل القياس ده اللي هو بيقاس الابعاد الداخلية. اهو زي ما احنا شايفين صورة اوضح. بيقاس لي الابعاد الداخلية. برجل القياس المزدوج. مش احنا قلنا عندنا برجل قياس للابعاد الخارجية. وبرجل قياس للابعاد الداخلية. البرجل المزدوج ده بيقاس لي ايه بقى? من الشطر اللي يقول لي? برافيا سنقوله. بيقاس لي ابعاد خارجية وداخلية. ما البرجل زي ما احنا شايفين ممكن يقيس اهو ده المزدوج فيه للقياس الخارجي وللقياس الداخلي اللي موجود وبرجل زوء الجناح بشوكة وده بستخدمه علشان ارسم المستقيمات المتوازية للمسافات المستقيمة علشان يكون الطرف بتاعي المتني في ملامسة الجانب يعني بصوا كده اهو البرجل ده عندنا ليه طرفين الطرف المدبب ده والطرف ده علشان اخد البعد الجانبي دي كده ببساطة انواع البرجل يبقى احنا كده خدنا النهاردة تعريف القياس وايه هي معمل القياس او المواصفات او الشروط المطلوبة في معامل القياس خدنا نوعين من انواع القياس قياس مباشر زي المساطر وقياس غير مباشر زي البراجل وبكده تكون حلقتنا انتهت النهاردة من ادوات القياس او قياس الابعاد وان شاء الله نتقابل في حلقة جاية والى اللقاء اشتركوا في القناة